فشل الجهات المعنية يظهر في نواحي كثيرة أحدها واجباتها تجاه مرضى الفشل الكلوي عدد المصابين أصبح كبيرا في الفترة الأخيرة والقدرة الاستيعابية لمراكز غسيل الكلة محدودة للغاية نظرا لقلة المستشفيات المختصة بالغسيل الكلوي وقلة التجهيزات أيضا منظمة أطباء بلا حدود قالت إن أربعة آلاف وأربعمائة مريض بالفشل الكلوي في اليمن يهدد الموت حياتهم كونهم يواجهون صعوبات بالغة جراء عدم وجود العلاجات اللازمة ونتيجة العوائق في المرافق الصحية بسبب الحرب المنظمة دعت المنظمات الإنسانية الدولية والشركات إلى التدخل العاجل لتقديم الدعم الضروري لمرضى الفشل الكلوي يحتاج مرضى الفشل الكلوي إلى ثلاث جلسات غسيل أسبوعيا لتنقية وتصفية دمائهم لكنهم هنا يجبرون على القبول بتخفيض ساعاتها أو التنازل عن جلسة أو جلستين أسبوعيا بحكم أوضاع الحرب وما خلفته من آثار على كافة مناح الحياة إذن يبقى مرضى الفشل الكلوي عالقين ما بين أنياب الإهمال وانعدام المستلزمات الخاصة بالعلاج ترجمة نانسي قنقر